خلينا نتكلم عن الأسباب اللي قدت لتحقيق هذا الفائد بداية طيب خليني قبل ما أقول الأسباب أقول إيه هو ميزان المدفوعات للمشاهد اللي هو الغير متخصص إن قد يكون مش عارف إيه هو ميزان المدفوعات فبساطة شديدة ميزان المدفوعات ده سجل قائمة أي ورقة بنحط فيها المعاملات الاقتصادية ما بين الدولة وبين العالم الخارجي يعني ببساطة أكتر أي فلوس تخرج بره البلد أو تخش البلد بنسجلها في ميزان المدفوعات ففي حالة إن مصر صدرت مثلا بترول ب2 مليار دولار فنحط في ميزان المدفوعات 2 مليار دولار بالموجب لأن دي فلوس دخلت لنا دي حاجة إيجابية والعكس صحيح لو إحنا استوردنا من الخارج بترول مثلا بمليار دولار هنحط مليار دولار بالسالب لأن دي فلوس خرجت من مصر إلى الخارج ده ببساطة ميزان المدفوعات إيه بقى ردا على سؤالك إيه الأسباب اللي قدت إلى الفائد في ميزان المدفوعات وده في حد ذاته طبعا شيء إيجابي لأن مزال المدفوعات في الحقيقة بيعكس القوى الاقتصادية والاقتصاد والميزة التنفسية بين الدولة وبين العالم الخارجي لكن طبعا الرقم النهائي مش هو الحاسم اللي واحده تحليل الارقام كمان لها مؤشر مهم أكيد فالسبب في تحقيق مزال المدفوعات للفائد ده في الحقيقة رقم واحد هي تحولات العاملين في الخارج إنها حققت واحد وثلاثين مليار دولار هي أكبر رقم في مزال المدفوعات حقق فائد وتحولات العاملين في الخارج الرقم الثاني في أسباب الفائد ده هو الاستثمارات في الأوراق المالية سجلت حوالي 18 مليار دولار فدي أيضا قدت إلى الفائد في مزال المدفوعات إلى جانب الفائد في الميزان الخدمي الميزان الخدمي ده اللي هو بيضم السياحة والنقل ورسوم مرور في قناة السويس حقق فائد في حدود 5 مليار دولار عن رغم طبعا عندنا مدفوعات في هذا الميزان وعندنا السياحة طبعا بسبب جائحة كورونا تأثرت تأثر كبير لكن رغم هذا حقق فائد 5 مليار دولار فهي دي الأسباب اللي قدت إلى الميزان المدفوعات حقق فائد طيب خلينا نتكلم على كل نقطة وأيضا التوقعات بالنسبة لاستمرار التحقيق هذه الوثيرة من الأداء يعني الآن ومع تزايد وانتشار التلقيح عالميا هل بيتوقع أنه تستمر مثلا السياحة في تحقيق إرادات جيدة؟ هل العوامل التي دفعت العاملين بالخارج لزيادة التحويلات إلى مصر ممكن أن تستمر خلال العام المالي المقبل؟ أعتقد بالنسبة لتحولات العاملين في الخارج أعتقد أنها تستمر وهتزيد في الفترات القادمة لأنها على مدار السنوات دائما في تزايد إلا في فترات قليلة فأعتقد أن دي في تزايد أيضا الاستثمار الأجنابي الحقيقة في البورصة أو المباشر المباشر طبعا حقق رقم صغير تأثر بكورونا التوقع أنه هيزيد السنوات القادمة مع تحسن أحوال الاقتصاد المصري مع تحسين البنية الأساسية التي نحن ماشيين فيها أعتقد أن جائحة كورونا ممكن تبتدي تقل إن شاء الله مع زيادة التطعيم زي ما أنت قلت فده ممكن يزود الاستثمار الأجنابي المباشر ويزود غير المباشر اللي هو في الأوراق المالية أيضا وده برضو ممكن ينعكس على حركة السياحة وعلى رسوم المرور في قناة السويس أن قناة السويس بتتأثر بحركة التجارة الخارجية كل ما يبقى فيها ركود بتتأثر كل ما يبقى فيها رواج ممكن يحصل فيها طبعا انتعاش التوقع أن حركة التجارة لابد أن هي بعد فترة كبيرة من الرقود لأنه في تعطش كبير من كل القطاعات مظبوط بالنسبة للسياحة مصر دولة جاذبة جدا للسياحة الرغم كل هذه المشاكل بتاعة كورونا والناس ما كانش فيه صفر خالص لكن كان بيجوا خاصة لنحية سينة شرم الشيخ وهذه المدن الجميلة كان بيجوا السياح فيها وحققنا حوالي أربعة مليار دولار فده بالتأكيد الحد الأدنى أنه ممكن نحقق أعتقد أنه هيكون في تزايد في السنوات القادمة لكن أحب بشير رغم هذه الأرقام اللي بنتكلم عليها بس فيه رقم بتاع الميزان التجاري اللي هي صدراتنا وورداتنا السلعية هي دي بقى اللي يجب اللي احنا نهتم بها لأن دي الأساس فيه يعني أن يفضل ميزان المدفوعات دائم في تحقيق فائد أو حتى في توازن لأن الأسف ما زالت صدراتنا السلعية حققنا 28 مليار دولار وورداتنا 70 مليار دولار